أهلا الأميرات وردتي الفنة المنوري للحياة نتمنى أن يكونوا بخير محبا بكم كاملين في كيدنسا مع شهرات إيوان غزالة ديالي عرفة أنكم توحشوني حتى نتوحشكم بثاف بك شعلاش لا أريد أن نطول عليكم وندخلوا في قصنا الأولى مباشرة اسمتي أروى واليوم أجلت أن أعود لكم حكايتي ومجرأ فيها وسأبدأ لكم القصة ديالي في العام ديالباك في العام ديالباك كانوا شبنات معي فليسي دخلوني لأحد الغروب في الفيسبوك هذه الغروب خاصة غرب الشباب والضحك والطريقين لم يكن هناك شيئا خيبة مهم بنادام والنوكات والأخبار والصافي مهم في هذه الغروب أنا كنت شبنات المتفائلة ودهما تضحك النشاط ونهضر مع هذا ونضحك مع هذا ما بين هدوك الناس كاملين كان واحد الشاب لكن دائما فيما يتعلق على شيئا يتعلق على أحده وكانت تأجبني الطريقة كيف كان يتعلق؟ بقينا هاكاك اليوم وغدا حتى النهار في هذا المشكل كانوا يدخلوا في شيئا دراري ما مربيا وبالسبان والمعيال فاضطروا الناس المسؤولين على هذا المشكل وكان يتعلقوا في المشكل فادي مهم ان يقصوا الناس الذين يشكوا فيهم أو الذين لا يتفاعلك كانوا يقصوا الناس الذين يعلقوا تعلقوا لرخيبة يريدون أن ينخصوا الدراري ويجعلوا أخرى هنا يا البنات كنت قلت سوف تصلين طالب صداقة من عند ذكسية سوف يقول لي السلام وقلت له عليكم السلام قال لي اشوفي انا استفتلك هنا حين تخفت لما تتلقى الجروب وانه في غير البنات ولم يمكن ان نتواصل معك وانه صراحة كان ارتاح معك في الهضراء وكانت عجبيني بالساف قلت له سيدي مرحبا على اسف ان انا سنهضرك عصدقاء سافية هذيك كان هناك الدراري وانه صراحة وكان يكون قليلا أحدهم في الدراري وكان يضحكوا الناشط وفي ما يبقى شيء يكسر لانه تحتويقين وانه صراحة لكن الانه كنت في الهضر وكانت معه الدراء في الخاص وكانت تسعرف عليه وكانت تسعرف اسمه اشرف ومعنق في الرباط ومعنق مع والده وانه اقصر مختار المهم قال لي انه من هدريك لانه انه ان اقرأ في الباك وانه يقربهم المتحالات قال لي لك انا لديك مشكلة في المال او في الفيزيك قوليها لي انا شرح لك قلت له صراحة لدي ايضا شي مشكلة و اذا كنت تشرح لي انا لا اعيدا لك بحكم انني انا كزاوية قال لي ايضا شي مشكلة للدنيا هانية انا نجح تلتمة ما نجح تلتمة المهم اليوم مغضحت النهار لما بقى للمتحانات فكان السيد قال لي اشوفي انا قد نجي نشوفك و انا انا شرح لك قلت له ايضا شي مشكلة انتم رأكم حارفين فشكي قربوا المسيحانا فسكتولي بها اي واحد تاخد منه و نص مقلومة المهم سنتجي نجح السيد اللي كيف شرح لديك تصدام حتى انا كنت حتى واحد صويرة ديالي زوينة و انا اصلاها كقديرا اني صويرة ديالي بلا فلتر بلا احد شي شي حاجة واحده كان طولة و جريدة صراحة كان زوين ما فيه ما يتحب المهم فجيت نظر معه ونسوله الى المات والفيزيك القيسيات كان ادابي ما عنده حتى علاقه بها فسكتولي بسائلية قل لي انا عارف ما كان لديك طريقة اللي انتلقى بك بها من غير هذه انا بنت الناس بغيت نتعرف عليك انا ما بغيتش نبرستك حتى تدوزي المسيحانا ديالك بل حق هذه مناسبة و بمجرد الفلسها انا بنت الناس انا كنحس براسي كان بغيك و بغيتك للحلال المهم انا بشكلية الكلام تسضمس ما كنتش عارفه بالضبط اشنو غادي نقول ليه صافية هاتي كلب ناس اههههههههههههههه قلت اسمت انا سيد مشا قالب لك مثل لي اما اندر اما اندر اما انتنى لك اي انا بذلك يجب ان افكر ان افكار وفعلا تلك شئ اللي كان كانت قلت ان افتكار انت و من مراهقة كان شر كنت منتح في ايضة مناسبة 13 فرح ما فيه لخي كانت تحميها بنت الناس انا بغيت نعرف منتحتي بتلك الشئ اللي كان حسنة او لا الناس حتى نعرف إلا كنت ستكون بناتنا علاقة نجعل رأسي لا نجمع رأسي لكي لا نستطيع الزعمة بغيك وطيح فيك وفي الأخرى تقول لي لحقا بحقا 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 قلت له شوف انا نجيك نيشان انا ما كان نحس بوالو تجاهك بالحق عجبتيني وارتحت لك خلينا نتعرفه بالحق من وعدك بحاجة قال لي يا الله مرحبا ثم بديتك نتعرف عليه نهار على نهار كنلقى أن هذا السيد هو الذي كنت نقلب عليه سيد الله يحمرها دار درويج سوف نقول لكم الناس لا تبيع أي شيء في هذه الوقت سابت نتعرف كيف سنقوم بحاجة فأنا جاءت نرى النقطة فأنا نقوم بحاجة لعفاك المهم بحاجة لعفاك الشعبين التي كنت تبغى وفي نفس المقصة نتعرف مع هذا السيد بحكم أنه هو أعيش في مدينة بالحق علاقتنا كان نزوينا بالسعف كان كنت تستهل الطرابة الرجلية وكان كنت يقولي أنا كنت نجمع راسي كيف تقادل الأمور ونأتي نزوج بك المهم سوف نبقى في هذه العلاقة حتى نزل العام الأول وفي النصد العام الثاني سوف يأتي في أول خاطب المهم فجأة كان سيد من قصو حتى شيء وفي النصد العام وفي النصد العام وخاصة أنه من العائلة لقد قلت لهم لماذا تسبب القراءة وكنت قلت أنه ليس للسلطان وليس للسلطان لا أعجبوا الحال وفي ذلك الوقت قلت لي أن أخطبكم والديك وفقني أخبركم المهم بأن أمام المسيحة ومشاهدني وفي النصد العام وإن أذهب الى الخطاب ومن المرهة مباشرة وإن أخطبكم مرهة مباشرة وإن أخطبكم يمكنني ان يحصل لهم أكبر وعادة العين ومهم ليسوا أن يحصلوا في الخطاب ومن المهم أن نرفض والديك المهم سوف نبقى لأن أعرف أن يجب أن تكون مزعراف وحيدة تبعيني ٌ ومن نجمع عندما نزلهم أعرف شيء منامل جميعا اضافة ماصره او اجلنا اللي كانت درين و كنت كلمت عددت بيري انا اتزارت بزاف و شكال كل مرة يجتز في وشكال também يقول لي رجل بعض المسئلة و كنت اشترق بقريتها عنه تحتقين بlishقائنا نيوان و تسوج بي كل باسترين و خاصة انه كان يوزع مدراري لمتفاهمين لم يكن هناك شخص من العصر الحجاري فقلت له هذا الهضرة السيد كان يريد أن أخي سأهضر مع أمه للدار ون شاء الله سيكون على الخير المهم فعلا كم شوضوا مع أمه قال أن أعرف أحد البنت وعجبتني أن أردتها للحلال سأأخذها لي قالت له أمه تكوينها الكبير أمه كانت واحد الإنسانا الذي يأمرها دار الصراحة قال سافي كان جاعدنا هو ومامه و أمه و أمه مهم جاعدنا هو التارك أرحبنا بهم بابا في الأول كان قليلا مسخوف بالحق يبدأ يهدر مع بابا كان يرتحني بزارك بابا يحسى هو كان واحد السيد حلوة يعمرها سلعه تكرفس على أولاده و بابا كان ديواني المهم تكرفس و تقاتل على أولاده و كان بغاوم غير يقراض الأمور كامل سيسرع سببا فش كان سؤولني كنت قلت له أعبغيته بابا تصدم ولكن عرف أنني كان عارفو من يقدر نسوم عارف حتى شي حاجة سابقا مع الولد و قالوا البنت مزاركات قراءة قالوا ما عنديش المشكل أنا غير جيت نتعرف عليكم و إن شاء الله حتى قلت كامل قرائتها و هذه الساعة نزوج بيها و أنا رحت لدابة ما عندي لدارنا دوار نقص بابا و قال لي والدي أنا من رأيي و كيف ما قلت لك في الدار بلا ما سمشي تكري خلي قلت معنا ضربك واسعة وعريضة حتى النهار اللي سهل تضرب فيه و هذه الساعة خرج نتوم مرد تخرجوا إن شاء لداركم و قالوا ايه مرحبا لا لدينا مشكلة المهم دوابيناتهم لدينا العراضة و فعلا دار كانت كبيرة يعني ليس شي دار صغيرة كانت على ثلاثة الازاتاج و كانوا الناس اللي يعمرها دار تتحكوا التريقية و تتقشاب و أنا أعجبني هذا الجو بزعف المهم مرمورة مخطوني و كانت مزوج شما في الدار و كانت مزوج عنده مرتين المهم أنا كانت مزوجة و كانت مزوجة مع قصة و كانت مزوجة و كانت مزوجة و كانت مزوجة لأنهم نفسهم كانت مزوجة و انتظروا لدينا مزوجة و سوف نقراحة لدوابينات المزوجة مباشرة و كانت كل مزوجة المهم سوف يدرز يامات وضع العقاد ومن المرهبين كانوا يوجدون العرس ومشيت انا الطائرة بالفرحة وكانت مسافقة عنوية ان انا سوف نزوجه ومشون نيجا الوحد دار دي الباباك هنا في الشمال كان شرهاتهم المهم ودارهم وكل شي كانوا اعرفين فعلا دوزنا العرس نيجا مشينا الشمال تخيلوا البنات سوف تقريبا واحد السيمانة لم يكن لديهم واحد الخمسين سوف يأتي اخوه ومارتون وهذه البنية المهم جاء وقالوا انهم لا يريدون العطلة الصيفية وهم يعرفون اننا نحن ارسان انا ميكس مدويس ما اتكلمت اصلا في هذه الساعة ونبقى يناولون ونرجعون لان راجلي كان صافي يقرر بسالي للكونجي ديالو انا مدسوقت وخدروا قليلا ولكن قلت ادبروا راتهم معليش حيث كانت كانت تلاقى وغير بالليل نحن في السباح ونحن هزيني راجلي في الطموبيل ونخرجون النهار كامل ونحن لديهم حتى الليل كانت في طرف الزلقة وانتغدوا في الزلقة وانتعشوا في الزلقة الاخرى كانت كانت تطيب في الدار وكل شي كانت تقديروا في الدار المهم انا ما كنت لك اندخل معها في شقا وانتدخل معها في تمارا ما احتاج شي حاجه استيدات قلقات انا ما كنتش عارفة المهم هزيت راسي الابنات رجعت في حالاتي لان راجلي لم تقعش لي بسال لانه يدخل الخدمة المهم فش رجعنا لقينا العقوز ذا ديرا هي واحد الاستقبال ما نقوش لكم عليه سقبلاتنا وفرحات بينا ومن مراها كانت تدواس مع مانينتار حينز قالوا لي ها ايه مثال الوقت المناسب عندكم باش نجيبوا الفطور للدرية المهم جووا لي ديه وجووا الفطور وفرحنا وهذا شي كامل مرتلوسي ما كيناس باقي في الشامال حينت راجلها كان واخد شهر وهم فش كي يقدروا اطلاق يبقوا وقالسين سما المهم انا هي اه اه مهم جابوا لي وليدي الفطور وضحكنا ونشطنا وليدي يمشى ومقدت انا والعقوزة واللوسي كنا حيشين باخراء البنات كنت كان نضمها الصباح كنزل عندهم التحت اه انت التحت فين كانت كوزينه هم عندهم كوزينه واحده اه كنزل التحت كنشخ معاهم ونقدم معاهم ستكلم المشاكين باقي وشعره و接دي ان الاعطار لصغيرها يقوم بي الناد فشعر فات ان وليدي يجبوا لي الفطور وعيني عينك انا قالت ما أم أنتهي افريقات وانتهي ولا يوجد فطور، وانا لا أعتبرتوني ايضا منحدon فوستي جاءت هانيشان وكيف يمكنك اعتبرك انا انت اه انت اللي مشيته ايدي وانت أعطا اني لا بعطلو الى كيف سيعطل الفطور وماذا الفطور العروسة سيكون منمورها شهرين قتلها لا يمكنها أصلا على الطنبة لأنها تمشي واحد لأشرة أيام يأتي الفطور والفطور يأتي الغد له قتلها لا ما لا وهي مدام تأجلوا لها واحد الخمسة عشر يوم يزيدوا خمسة عشر يوم أخرى يجيبوه لها المهم أقصي لا تسوقك ولكن الأخرى سيكون هناك كراس والذي تتحكير بزاف لدرجة أنها تدخل كوزينة وغير تترضخ مين هي المقلة مين هو الكاس لا أعجبها لا أسمعها قلت لها لا أستطيع أن أشكائها في الكوزينة كنت أضع حاجة في بلاستها ولا أعرف ما أشكائها سافي غير هدري مع عروسك الجديدة لا تبقى نهائيا أنها تدخل كوزينة لأن الأخرى كانت حادقة وكانت طيب وكانت خائفة لنشد بلاستها وخاصة لأنها ترى أن أقصي واللوسي تضحكوا هي مغيارة المهمة أنت أي مجال لم أفرح هذه المثال لا تريد أن تضحك من تكون أبقى أنها مغيارة لا تستطيع سأعувати أنها مغيارة نصر لقد تحكي لماذا كانت عن أن أبقاء الأيض دعو السابق تعال لقد Legend يكتب كانت لأجوزة وهذه العروسها اللولا يدخلوا لكوزينة وانا ولوسي كانت دخلوا للدار وانا ولوسي في الدار طالقين الشعبي دخلوا لهذه اللي بيت تخمليها دخلوا لهذه السلقات ديها سيقيهنا ضحكوا تريكلوا وحقينا الراس على بعضياتنا حيث هي كانت فاقدها وكانت نفس الأمر ديالي يعني ما بعيداش عني يبزع فيها كانت عندها سنة ثانية في ايكونامي وحتى لكنت قرية الايكونامي يعني كنا في حال في حال لدينا الكثير من نقاط مشاركة أرى لكم هذه السلقات لا يجبها لحال فانت كتشوفنا ضحكوا الناشاط مهبطوا السيقة من الفوق حسد التحس وبعد المرات كنت نزلقوا في الدروج وديرين في حال المسطيات الشيخ ديالي كان يعمرها دار يدخل يضحك يتفلس خيلك يجب لنا دانون يجب لنا اللي بمواس ويدحك معنا واخراء غير مهوبشا ولم يجبها لحال لوسي قلت لي قلت لي هي هكا قديرة سبحان الله قلت لي انسانة قبل انك نسي كنا عايشين قلت لي هي كان عصابروها مرتخونة وانتي كان عصابروه خطنق هكا قلت لي لوسي باش عارفوا العلقة كيف كانت خطنق انا كان فيها الضحك واندخلت عندهم عصابره خطنق ان كان عصابره خطنق وشيخة كان عصابروبه وكوس كان قلت لي بابا وعقوسي كان قلت ليها ماما والبنت كان قلت ليها صوفيا يعني هي قلت ليها خالتي ومي تخيلوا كيف جيت بنا سأقول عقوسي ماما والشيخي أمي يعني أغسلتها ماما المهم أنا كنقول معلي يمكن كصغير ما كصغير المهم غنبقى حتى شهر 11 شهر 11 سأجي عندي بنت خالت راجلي وغتقول لي وش بغيت تخدمي حينت أنا رفش دخلت وليت صاحبة العائلة كاملة كاملين معهم الضحك والتريقين والنشاط يعني كان عندي معهم كاملين وإلا هاديك مرت الوسي مرت الوسي رحاولت أنني ندير معها علاقة مزيانة هي دراهك تخيلوا كنجمعوا الدار وننقيوها ونقدروا تقول لك راح نسفار ومثلا تخرج لك الصندالة ديالك وزينة مسخل كل وار أنا كنشوف هذا المنظر وكننغز هذيك الوسي ولكتنغزني ما كنهضر معها ما كنتكلمو كنخري واحدة كتالي روينة ديالها وكنننضع وثاني نضربها لابد شفيفة وصافي يعني كنقولوا ما شي مشكل شي فاش كتجيك في الشقاق ورحت البال والدنياهانية ما كيش غرام ديال المشكل المهم وأننا كنا فرحانين ومعمرني تشكي دراجلي ولا كنت لهم مقدارة انا وعقوسي كانت غير كانت تحضر راسا تخرج كتعيت لي نخرج معها هنا 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 مهم صراحة لك الناس مشوفت منهم حتيش حاجة ارى ليكم كيف مكتلكم في شهر 11 غادي تجي واحد بنتخالة راجلي اللي كنت ازيز عليها بالسعف وغادي تقول لي يا راكينا خدمة في المدراسة اللي خدمه فاهية وحليف واحد الاستداد الفرنسية وييا اتجيها في مدراسة اتجي عليها اتجيها لك عادية الاستداد الفرنسية اخبرتك المتطر وهسا اصداد الفرنسي قريتون الخدمة وحقق верхوأي صراحة راكينا ما هو راجل وقد عملت خدمة في المدراسة اللي يقرروا فيها وما كانت غاربتك وما كانت غاربتك اترى لي ما هو اللي جريك ولم يبقى السابق و لكني ساعدت مع ماما و مصدر علامة التباهي مع انا لقد طبعته للمشاهده انا لقد قمت بتكسد جيدا جيدا لكني س Karl. حانه جيدا و مصدر طبعته تساعدني عمل بقيدة و انت عندي الفضيل و انا لقد قمت بتحديه تماما و سفل جيدا كلام الان و قالت لي اشعرت لي و اكتبت لك و قمت بتحديد انا لشاهدت مع ماما و قمت بتحديد انا لقد قمت بتحديد من حسنا تفاهمت معاهم الأمور كاملة كانت يمزلان أعطني واحد ثماني مزيان سافي تتوكلت على الله وعجبني الحال وخاصة أن واحد الترونسبور كانت تزمن حدايا وغيرت ديني ويجيبني سافي لخضره داعث وصلت لديك مرت لوسي لديك حالات بلعمة والضلمة أما اختل لوسي كانت فرحانة وقالت لي ماشي مشكل سنقضي الشقة للدار على حسب البروغرام ديالك والبروغرام ديالي وقالت لها وخاصة وكنا مسافقين أننا نهار السبز والحد سنقضي الميناج الكبير في حال تخميله وفي اليومات الخرى سنقضي من مرسطة وعجبنا الحال حتى نطلنا خلزة العفطق هذه كمرت لوسي وقالت لك أحقام وقالت لك أحقام وقالت لك أحقام وقالت لديك أحقام ونقضي من مرسطة ونقضي من مرسطة ونقضي من مرسطة ونقضي من مرسطة وقالت لك فقالت لك سنقضي من مرسطة ونقضي من مرسطة وفي السباح في السباح يتكون دار الفقنية و الدار الفقنية اما يتغلق السلطة اما لم يكن لدينا الشقة و الشراب والغلو انا نظمنا الشقة ارى لكم هي فالشافس ان انا منظمين الشقة وما كان حتى شي مشكيل بداسك تتخلقي نفل المشاكيل من عندها كل ما نروش انه كدير وحنا كان ميكو المهم غاديدو الشهر الاول انا غانتخلص فاشتخلص دورس مع هادي كلوسي ارى لكم في الشهر الثاني سيدة بدأت تصور الفلوس وانا انا قلت اخدامها لها في اقتلص ايه قلت ايه اخدامها بطريقة جميلة هي كتي ليجعلها لها انا قلت اه انا اضيك بالكوزينه وهي غفن الاخرى بدأت طياب السمين يأتي لها وفي نفس الاخرى لها كان لها تحادل الماء واذا ان اقلص منها يتسعى الريكة المباشرة يمتلك الطائب ومدرسة المغربية يتسعى ممتاز على المملكة وعندما كانت محرمة الكوزينة نهائيا كانت محرمة الكوزينة نهائيا يقوم بإرسالة المثال وعلى عدد الدنيا وكما كانت محرمة وعلى الله وشكرا هذا المشكل يجب أن تصدعها بأي وسيلة وكانت تردعها سوف ينبقوا هكذا لكم حسن النهار اللي ستقول لها احقا انا ايادني الكوزينة سوف ندير النوبة على كل شي لا اعجبهاش الحال و قلت له الله يا ابنت الله قلت لك انت النهار اللي بغيت الكوزينة تبكي عندي لك الاخرى خدامه والاخرى كتقرة قلت له مجوش قلت له انا مصوقيش قلت له انا هاتشي مبقاش مناسب ليه مهم اعجبهاش الحال وفش وصلت بها العظم جات وقالت هالينا انا فش قلت هاليه ضخص ومعرفش ما ندير وخاصة انني انا قلت خدم من دنين حتى للجمعة يعني ما حنتيش كيفاش ندير انني نطيئ صافي تمه كنتنا قلت انا وعقوسي وهديك هديك لوسي نشوفوا كيفاش ندير عقوسي مسكينه كانت كتشد الخواطر حسو بغاش خسر لولادها كانت كتشد تقول لك الابن الى و الى ايالة كانوا مرتاحين رحت اولادها غيكونوا مرتاحين وكانت صراحة واحد الانسان اللي لا يعمرها دار الله يعطيها صحيحة في هذا النهار المهم قلساتني وقلت لي شوفي بنيتي انتي ملات العقل هي قبل منك ورغت شدة الغيره ما غتشدة الغيره قلت لدى بخالتي غير عشانه المطلوب قلت لي ودى باهية قلت لكي يعيات بشقة بالطياب وبغت دخلوا نوبة ما ندخلوا نوبة قلت لها شوفي ماشي مشكل بغتنا نديروا النوبة على الراس والعين وفعلا كنا تحزمنا ونضنا لها بالنسبة للنوبة كنا نضير علينا احنا بثلاثة يعني بثلاثة بينا ووحدة في حال دباليوما طيبات والخراك تجمع الدار والخراك يكون عندها روبو الغدلي هديك الطيب وهديك تجمع الدار ووحدة عندها روبو وذلك شي كي يبقى يتبدل فهمتي في حال دباليوما كتجمع الدار وغداك تجمع وغداك تطيبي وبعد وراكي ما كتدري حتى شي حاجة دبق انا ولوسي نهار اللي كان كنا انا وياها بجوج بينا عدنا الشقة والطياب وفي الصباح إذا كانت نهار قارية معطلة هي اللي كانت طيب الغداء وانا كمشي الخدمتي إذا كانت هي نايدة بكري وانا نايدة بكري كان ندوه قبل وكان نوجده قاع هذا الشي اللي خاصنا نوجده وننصبه ونحطه فوق البوطة ونصيبه شليدة اما الخبز عجوزي اللي كانت تجمع بيه وكان مشيو لقرايتنا وخدامينا في كنتوك أنا معها كان يسر الحس fluid ونتقضي نصبه وكنت صراحة معينا انا وعجوزي ولوسي هد الشي ما اجبهش وما هو اننا ليس ان نطيبه بدينا نضيط البعض كيف منك يا كيكات وش منك يا برايوات وش منك يا غاتانات سيدات قلقات ومأجبها حال وقالت لدارهم وقالت لعقوستي تتعامل معها في شكل وانا كتتعامل معايا في شكل اللحقة هي هاكا وانا هاكا وقالت لها الدم وقالت لعقوستي تتقلبي على المشاكل نهر اللوم القلسي لي احقا ما حقا ما تدخلش الكوزينة وما تدخلتها وقلسها واي مرة ما يعجبهاش الحال ونبنسكسات ودخلت سقراتها قلت لها من بعد بديت إعليها احقام احقا الدار. بدأها وكي جمعو الدار ويقادوها وممدوم معاك قلت لها من بعد قلت لهم احقا كتت جمعوها معاا ستحت الليل ولا وكي سهروا حت الليل يجمعوها لك قاد ينعسق قلت لها قلت ليه من نوضه الطيبو مأجبكش الحال ده مش نبلت ينجليك نجريع لهم قلت لها كيف مرجل قلس هنق وكي يجمع دارو بش يدي الموص قبال سوف يجمع داره و يجمع راسه و يجمع مستقباله سوف نجري عليك لانسية لهيه اللي يريد أن تقلس تقلس و لا يريد أن تقلس و لا يريد أن تقلس لبابا الحباب المهم هو إذا سمعت هذه الدارة لم تجمع الحال هزت طيتها و مش تلد دارهم رجلها تقلق دوا مع الشيخي قال لي رامرتك لك تجب تصداع المهم سوف تبقى في دارهم مش حال سوف تنعل الشيطان و مشي تقانا و إياها و لوسي سوف تسامحنا و جبناها لدينا الدار المهم فجاز قد كأحقام أحقا صافي نرجع للسيستام القديم لانا هي تشد الكوزينة و احنا شدوا الدار قدنا لها ماشي مشكل للدنيا هانية و فعلا ذاك الشي اللي بقى كعين يعني هي تشد الكوزينة و احنا يشدين الدار حين سيستقعت غلبات لانا الدار باش انا كنت جمعيها ببعدك شوية قاسحة انا و لوسي كنا معاونين و ذاك الشي عندنا بضحك و تريقيل وما عندناش قرام لدينا المشكيل كان شي سابون شي سخمال كندر تكو عليلي وما ندروا هادي وغدة هادي و ذاك الشي غير بالناشاط هي ببعدها ما مهم ما قدراتش صافي بقي نجرين هاكا انا في ما كنت 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 خلص ننشل العقوسي و ندور معالو السيلو السيدي ما كنت 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 ندور محاها و هاكنا نتقدر شي حاجة للدار و نتقدر راسي و نلبس و السيدة كنت تحك في راسها و لا تخاجرها دورها و يقولون ان تعطيني و ستكسى و ستخرج و ستقرق و أنا لم أكن مستوى قلاء هذا الشي اللي كنت كنت خلصه كنت سأخسرها على راتي كيف مكتلكم و هادي المصاريف و واحد البركاة كنت عاون بها راجلي و راجلي كنت خدم جيدا حسين من راجلها بشحال المهمة على البنات سنبقى واحد المدة و حتى كان في الصيف و سافي و ينقلتنا في الدار قمت بتنزيلة وفتحصة وفتحصة لجميع المشكلة ولم تنزيلة وفتحصة لتنزيلة قمت بتنزيلة من قبل تتخطى والتنزيلة وهم داروا لي القالب باش يمشيوا الراسهم قلت لها عقوسي دابا يكن تمشي تلتما وهم مشوا التما فيه كي المشكل قلت لها اللق قلت لها هما دارين الراس على بعضياته وما عجبهاش الحال السيدة مهم عقوسي ماتسوقاتش ليها دازدك العطلة الصيفية بدينا في الموسم الدراسي شهر عشر على البنات الرجل غي يجي عندي بغي يقول يشوفي افلانا ان الحمد لله جمع واحد البراكة وكان فكر ناخد الدار علموا الناس كيف قالها لي اه وكان هالدارهمdireÑ؟ استي ويجعل ان نراج الالساعه من 12 مليون ويجعلونه 15 مليون بلا كريدي بلا كريدي زعمه من البنكة كريدي هاللين بحكم مهما عنده محاجم الخدمه معينه يجعلونها التمر في كريدي ديال الساكن ويبقى هذا الشي اللي يحاول انه يتسلف ويلا ما لقاش منين غايتسلف غايت بيع طموبيل وانا قلت لي اني جامعه ببريكة ليس شي شي كثير ونقوم بإباره القريع والدبليج وشريته ودريه سأتفته وشريه وندار قراءة لديهم لديها ولده إلحادها ويسر رجالها ومترجت ممتاز نية نرى سوق الصانم فتعالي ولكن ما قلت في الفرحة المتوسطة لنجد الكثير من المتوسطة اراني ومعارقة اللوهي ومعارقة بأمر مباشرة عاني ومقات المكان ومتابه بامار وقال لنا نصلحها بالطبع الذي أريدته إذا كنت أردت نفس الزليج و نفس الشيء الذي أختارته وهذا كان نفس الثمن إذا كنت أريد أن أردت شيئا و سأردت في الثمن المهم أن هذا الشيء يجبني و كنت صافي لصيق على هذا الدار الصيق و جاءت عقوسي شافتها عيطنا لها لوسيته لوسيته هو فرح لنا قلنا اللهم يسر و امرت لوسيته و قمت بتحرك الحركات و قمت بتحرك الحركات و قمت بتحرك الحركات و تقولوا ايفيد! لا تحتمو أ Hmmm مهم أنستادقة الحياء اللهم هي الالتوشيخي Florida Class وهي الحمد أنني أ Greater! التحرك على هذا הדربي لا تحرك على الطعام وهذا المال الذي تُفتح الشかه و Saroon tried to audhir لهم ends سوف يأخذها في الاقتصادي ويأخذها الكثير من الاخدالة لا يمكنني أن يكمل عليها لا يمكنني أن أخذها القدرة الشرائية المهمة البنات لا تصوق لها رجلي يأتي المأسيد وإعطاء الأمانة نحن نجري هذا السيدة لكن أبدا ترغب بدي أثناء و أخذ جدا لان أخذ حيننا كثير من المشاكل و لم أتوقع المشاكل لقد تمشته لم تضيع المشاكل هل حذا لا يتقون للرمدان و هناك الكوزينة و المشاكل نحن سأستخدم الفتار كميzanون و بالتأكير أحدنا الغاحة ومعدة مارسة ادبروا الناسهم ما يعملون هذا؟ حياتهم وعلى ما يتعاونون وانا يعطيوني ببحثي ويتم بأيها فقط معهم ادتوا لهم نهار 15 فالشهر في رمضان اجحتوا قريبهم انا بقيت بغير البنت خلتها هنا من المشكلة ولكن هذه المرة لوسي لا أعرف ماذا أريد أن أعود لكم قصة وقصة لوسي وقصة حدايا وقصة حدايا لا أريد أن أعرف كيف نتعامل معها لا أريد أن أعرف كيف نتعامل معها وقال لك أن نتعامل على الصلاح ولكن لديه المشكلة وهو الذي يستطيع أن يتعطل ولا أرامل ماكسي من شهر سبعة وقال شهر سبعة في التعامل معها قلت لهم لا أريد أن أعرف أمارتها لدي أدفع أجسي من أجل وبين تخرج 기اب قال لي هل لا يفعلت مجدسة إصدامتها اصدقل تقريبا قلت لدي أخطاء للغضب وقالي لديه مجدسة ليس قطعت لديها قلت تقريبا قلت لني نحن بجدده قلت لني هذه الأضع فالجمسي قال لي انتعاون معاك وستدر لها دارها قال لي بشابة قال لي وشنف اخرية من دخول البنكة وشنف اخرية من دير ريبة على ودها قال لي انا والله من دير ريبة شيخي ماشي في استطاعت دياله حدا باشد لاغوتخات ماشي في استطاعت دياله انه يخلص لي متران خمسة وعشرين مليون كاملة ممكنش يعني قدر يسعاون معا باشراب خمسة وهو مثل الفندب احنايا اه راجلي وشيخي قالوا الراجل ها دوي مع مرتك قولها تصبر عليك غير واحد الامبي محنا لنردو الفلوس ودك الساعة نتعاونوا وياخدو لهم شي دار هي كتشوف الفوق وكتتعاند معايا ومعاجبها حالي حتى شي حاجة محرف شربنات كيفاش نديرو محاها حدا اليوم ما جينا نعاودو لكم قصتي حين كيف مكلكم ما شي غير بوحدي رح تالوسي وحتى عقوسي جينا اليوم ما كان عاودو لكم هاد القصة حين تعينا اولا ما بغيناش شميل ديال هاي تشتت وخهية ربغة هاي تشتو بيدي هاك تقول لك انا ما نرجعش انا يا كديرو الفرسيات بناتهم وانا البنات اللي ربيلي عالم نهالي جيت لها الدار داخل بنيتي صافية وخلتها قوسي ولوسي قالك هي كانت قبل منك ما حاولت صاحب معانا ما حاولت تفاهم قادك من نهار اللي جات قادت هي بدك شير طلع لبيتها وتصد عليها احتاجت انا عادية قادت بغى تجمع عادية بغى تضحك لوسي قادت كنا ما عندي اش معاها ودباناكي غنقل لهم انا ما عندي حتى شي درب قادتك لوسي قادت كلها من مرة هذه قادت كنبات لها صداع لا بدوش ندخل في هذه التفاصيل ولكن ايمن خسنا فقط في الدخول فيهم وحد شوية قادت وانا مرحبت لي صداع باما ما مرة ما نعجوا بيديتك لقى لاشي قادت كلها عندي لراجل لحيمة جوج وسببتك لنشي درب قادتك لاماكي لما عندي لجن وانا عادية وباقي صغيرة وضعيفة وسببتك لوسي ومصمار وتموت بغى تغلط لهم كانت تغلاط أولان ونحن اتبارك الله بعد ذلك لأنا لغة لوسي بغى تغلط لعم مرة لأن يعني انا في الجيد جاية من دارنا عارفة صافي لبسنا اخدرنا حقنا اللجع البراكة لوسي تقول انا بقي كنقرة كخندي لبس جلابة كذلك انا كنلبس محترم شعريانة ولكن زع ما عادي يعني ما كينش مشكله اخوتها انا عنده مشكله في هذا الشي شحامراج بلا ثلاث داك تقولي احقا خسكت جيمعتلا احقا خسكت ماكي لدرجة واحد نهار قدلك صوراتها قبل ما تخرج وصيفتها الراجلها وراجلها صيفتها ليها وولوسي مع 들ما دائما ضربتتها مع蒲 وغسكت دائما كذلك عند الطياب على وهي شيئا في العكسي قدتك حتي استطاعتي أجل الج Crew developers عيشين مع هالمشاكي البلابية انا تكب أن مصنعي ذاولات تصعير مني واثقه من العلاقتي مع هم correlation كذلك الانتم لكن فاهمين لا'ts line the risk of an obvious يا إستوري لقد قلت لك لكنني أتستطيع من المعنى كان قلت لها لا شخص لم يعرف احدهم الان لحالة أحريكذا اليوم وفي هذه القصة كدت مصنع من الطريقة التي يجب أن نتعاملها كنا نردها من قبل العيد و لم أعرف ما سوف يقول أنا أقول لأبنتي عارفة إذا ما سوف يقول لك حقاية داري يقول لك حليا بليمي اللي حلفوا بيرجل شلاغمية أنا خارج من ضربة يحتن داري بلا ريبة يقول لك أنا باش ندخل الريبة والله لا دخلس وفعلا علاش غيدخل وهو ساكن في دار كدهجة القصر دار كبيرة مفرشة نادية أباك يقول لك ما تصرف حتى ريالي يعني إحنا بجمعنا راسنا لأن راجلي رمك يحدرهم على دارهم رمك يحدش تدرهم رباه مسكين اللي كيصرف يقول لهم أباك من ذاك النوع اللي الله يخطيصها يحتوه تهوى يقول لك أنا بغيت ولادي يروموا استقبالهم وكيقول راجلي والخو كيقولوا مكونوا وولداتي وشربوا وعيشوا هناك ما ناقصكم حتى شي حاجة هالزوار عيالاتكم خذهم شي حويس شي العباطي وهاليهم أنا مكلف بكل شي أنا 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 أعتبركم أنكم باقي درالي صغار وما زال ما خدمتوش وأنا اللي كنصرف وشكل اللي عندو في حال هذا الأب ويخرج من عندو رمك يستحيل هو كيقول لك أنا هنا على الأقل كنجمع شي ريالي عسوا لوسي ما قريش يقراه وما خدمش خدمة هدا هو المشكلة يعني كنجمع شي خدمة بزيانة ريكون جمع راسو أنا راجلي موظف مع الدولدك الشي اللازع ما جامع راسو المهم هاد لوسي ما خدمش خدمة ذك الشي اللي كيجيب الله مرسو كتسل منو كتسل منو ذك الشي اللي كيبقى كيجمعو يعني كيقولك أنا إلا خرش نكري غيروا لي من شهري عايش بالكريدي من شهر الأول لحين تخصوا الكراه خصوا الماكلة والشراب خصوا مدراسة البنت خصوا المراه بزاف دير المصاريف أنا ملقت لي هالجهد وما درت لي حتى شي حاجة وإلا كنت غالطة نجبدوني جبدوا لي اودنية قلوا لي أشنو كندير وبهذا المناسبة أنا را كانت صلت لكم أنا وعقوسي ولوسي وقبل ما نختم بغيت نقول لكم حاجة واحدة ماشي قاعد العقوزات الفعات وماشي قاعد اللوسات سوسات أنا عقوسي اللي يعمرها سلها وعرق ولوسي اللي يعمرها دار صراحة ناس اللي دريفين ما هنقول لكم اننا ما كانت خاسموش حتى احنا بخبيصنا بالحق القلب فاش يكون صافي دغية كانت صالحو في نهارنا وما كان بقوش نحكروه احقى اللي انتي قلت احقى هادي صافي كدوز الحمد لله كان بغوا بقضياتنا والله يخلينا دائما في حلقة الغزالة ديالي هنا سالة القصة ديالنا ما تنسوش تبعا تخليوا الاراء والتعليق ديالكم لصاحبة القصة وما تنسوش تبعا ما بقى ليه إلا نقول لكم حبيباتي ما سخيتش بكم كاس معاكم شهرات اللي كاس حماق وكاسموش عليكم